تحرك دولي لتطويق الأزمة الراهنة في السودان بعد أسبوع على وقوعها تحرك تمثل في دعوات أممية للتعاون بين شركاء الفترة الانتقالية في السودان ونبذ الخلافات حيث كثفت كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا اتصالاتها ولقاءاتها مع المسؤولين السودانيين لاحتواء الأزمة التي تعصف بالبلاد بسبب الخلافات بين الشقين المدني والعسكري المشاركين في إدارة السودان داخليا عقد عضو مجلس السيادة الانتقالي عن المكون المدني محمد الفكي سليمان لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة الانتقال في السودان فولكر بيرتس في الخرطوم تم خلاله بحث التطورات السياسية في البلاد على خلفية الأحداث الأخيرة وسير العمل في إنجاز مهام الفترة الانتقالية وفقا لبيان المجلس فيما أعرب بيرتس عن استعداد الأمم المتحدة لإجراء حوار شامل بين شركاء الفترة الانتقالية وشدد على ضرورة معالجة قضايا الانتقال السياسي عبر الحوار وتجنب التصعيد وفي ظل الجهود الرامية إلى تطويق الأزمة أجرى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حندوك اجتماعا مع المبعوث الفرنسي الخاص إلى السودان جان ميشيل دومند حيث عبر المبعوث الفرنسي عن دعم باريس للحكومة الانتقالية عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة بدوره قال البيت الأبيض أن جيفري فليتمان المبعوث الأمريكي إلى القرن الأفريقي سيزور السودان الأسبوع الجاري لتأكيد الدعم الأمريكي لحكومة السودان لكن واشنطن حذرت في الوقت نفسه من فرض عقوبات في حال أي تقويض من المكون العسكري للإعلان الدستوري تحركات دولية تأتي بعد أيام من تصاعد التوترات بين المكونين العسكري والمدني في الحكومة الانتقالية بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إعلان الجيش إحباط محاولة انقلاب عسكري كانت كفيلة في حال نجاحها بإعادة السودان إلى فترة ما قبل الـ 21 من آب عام 2019 حين أعلن عن فترة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات عامة بداية عام 2024 وعشرين